أستاذ ناجي فضل دي عربيتك؟ آه عربيت أستاذ ناجي شنو رأيك شوفك بغداد؟ قدنا فرصة ما تتكرر العراقيين كلهم دي يشوفون المباراة يعني عدنا ساعة يعني طرق كلها فارغة ياريت أنا كمان نفس الشي مش هوت هو فضل فضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيدا ايه كل القدران بيها ساتوري؟ الجدران هاي سووها الأمريكان ومساعدة السلطة طبعا لأسباب أمنية انت جاتي هنان أستاذ ناجي قد الاحتلال؟ آه قيل زمان وشينو أحساسك انت بالعراق اليوم؟ والله ساتوري أنا أحوله تعرف البربريز يزاز بتاع عربية أقدم مهم زمان لما جئت كان في ضلمة كان في مية إنما هم كنا ماشيين أينها ما كناش شايفين قدامنا أوي لكن ماشيين دلوقات أنا حاسس ان الإزاز ده جالوا سرطان كل حتة فيه باك أد كده ما لقدر الكبير ده؟ دعما ما زالقدره بتابنوا الإسرايليين في التلستين؟ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم فلازم لإسرائيلين يكون موضوعين مو بس الأمريكان أستاذ ناجي القاعدة هنا مخابرات الدول الكبيرة والصغيرة تيارات أحزاب منظمات الكل أستاذ ناجي انت تعرف النمل لما يتجمع على قطعة حلوة كل نملة تنهش شوية تخليها على ظهرها ويمشي هذا هو حال العراق الآن تخريب منظم وأنت يراك في يعني في أحوال العرب الأياني العرب بعد 2003 صاروا أكثر الجنسيات المشكوك بتواطئها وعملتها العربي يعني بالعراق خاين متهم لا تزعل أستاذ ناجي مصري سوري لبناني سوداني كل متهمين الفلسطينيين هنا بالعراق هتقلوهم نكلوا ببعضهم طردوا بعضهم العربي هنا بالعراق يعني خاين الله وليه دا كله لأن العالم كله يعرف أن العرب متعاطفين مع نظام صدام وتعاطفوا أكثر لما نعدام صدام بص يا ستوري أنا ضد الدكتاتورية وضد أي نظام شمولي فازي ومستبد بس اللي حصل يوم عيد القضحة كان إهانة كان إهانة كبيرة لكل العرب أليم يحصل؟ أليم يحصل؟ أليم لا احضب ؟ شكرا شكرا ايه ده ده بش بيت ده مدحف بيتك حلو قوي ستوري انا احب الفن استاذ ماجي وما احب عيوني توقع على الاشياء الحلوة والجميلة ولهذا اتساءل دائما ليش ما يختر عن قنابل تقتل البشر بس تترك اللوحات والتماثيل ما تتدمر شوفوا بمصر مثلا الاف الاجيال اجت وراحت ملايين البشر ولده وماته بس الهرامات باقية بمكان والنبي ما تنبر عليها هي دي الحاجة الوحيدة للسه فضلة تفضل 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 استاذ ناجي احنا عدنا تجربة ماء لها مثيل استاذ ناجي انت تعرف الدينار العراقي تفضل الدينار العراقي اللي كان الى صيد وثقل فجأة وبليلة واحدة صار ولا شي الناس صارت ترميه مثل ورق الزبالة بالشارع شنو حال الناس اللي كانت تجمع دنانيرها بالزمن ما اللي انت هتقوللي ما الجليل مصري كده برضه بس الجليل مصري بقى قيمته بتقل الوحدة كده من غير حرب ولا غير ماكوش في بقى قيمته بهذا الزمن استاذ ناجي تفضل بس انت مجد لي استاذ ناجي شوكت ان شاء الله رايحين المصر والله هو في واحد صاحبي بيحرز لنا التذاكر بتاع التهران يعني على بعد بكرة كده ابو القاسم اخويا وحبيبي هو كمان بيحبك قوي ده اللي عليك كلام اللي اتدرجت ان انا كنت حموت عشان اشوفك استاذ ناجي ليش منكشف كل اوراقنا كده بحلو بس حبلك يصير والحقيقة صارت تنكشف بسرعة بهاي الدنيا اوراق اي وكد بايه ابو القاسم لا يحبني ولا يطيقني واذا قال علي شي انا اعرف ش راح يقول بتعايز يا سطولي هذا هو السؤال المان انا عاوز ايه منك وانت عاوز ايه مني انا مش عاوز بدنك حاجة ومش عاوز الاهوة دي كمان معقولة؟ معقولة الملحق الاداري الدبلومانسي السابق ابتال ابيب ناجي بيقع طلبة نفسه قصير لهالدرجة بالانفوضات؟ انفوضاتي؟ اه شل كنت في ابتال ابيب يعني انا كنت بشتغل في صفره البلد هناك شوف استاذ ناجي انا اعرف عنك كل شي وش انت تسوي باسرائيل واعرف ذول الشباب اللي وياك ايضا باسرائيل انتوا سويتوا شغلة زينا سويتوا شغلة زينا يا ابتال ما تعودش تلف وتدور بتعزيه بالظبط الناس كلها تعتقد انه انا طمعان بالجنط اللي معك او اريد نسبة منها مو هذا اللي يدوره براسك بتعزيه ستولي وليش اعني ما اريد منك اي شي الا خدمة صغيرة امانة توصلها المصر امانتي بتنفعل صغير تاخذ ابيدك تصعد بيد طيارة ولما تنزل بمطار القاهرة اكو شخص راح ينتظرك بتعطيك ايه كمسان ايه اصلي اصلي